أكثر من خمسة ملايين شجرة نخيل فقدتها محافظة ديالا منذ عام 2003 بسبب قلة المياه والأمطار وتجريف الأراضي ما يشكل أربعين بالمئة مما تملكه المحافظة من أشجار النخيل ها صار أربعة سنة خمس سنين ماء ماكو نهران جفت بيارة يبسع ثمانين ماتور يطلعك ماء لو ما يطلع وانشنا سبعة مدر ماء ماتت بساتين النخيل تشوف المكافحة ماء ماكو هم أنه يبس وماء ماكو يبس أهالي ديالا يدركون واقع الجفاف وقطع المياه عنهم من إيران فضلا عن إهمال مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية لكنهم يحملون الحكومة الحالية ومن سبقتها المسئولية الأكبر بإهمال البحث عن حلول للأزمات وعلى رأسها أزمة المياه التي باتت تهدد وجود النخيل وغيره من الثروة النباتية في ديالا عامة ما موجود والحكومة لازم تصرف لأنه تخاطب إيران تخاطب أي جهة يجيبون المياه البساتين البساتين راح تتجرف وده يصير مناطق سكنية أغلبية في ديالا بعقوبة يعني سروح البعقوبة ده يشوف على خريسان على نهر ديالا وتقر الجهات الحكومية المعنية بعمق الأزمة الزراعية في ديالا وخاصة ما يتعلق بالنخيل وحاجة الفلاحين وأصحاب البساتين للكثير من الدعم الحكومي المفقود منذ سنوات طويلة بالنسبة لهذه المناطق طبعا إحياءها أول شيء لازم يصير تعاون أنه دعم للفلاح حتى يرجع مرة ثانية يعيد بستانة من خلال دعم بالقروض من خلال تيسير أمورا خلي النازح يرجع للمنطقة مالتو يقدر يسكن يقدر يعيد بستانة فيما يتعلق كل من حسب السبب المسبب الذي أدى إلى التدهور وتواجه زراعة النخيل في ديالا والعراق بشكل عام تحديات كبيرة كغيرها من الزراعات ويرى مراقبون أن التحديات ستتفاقم إذا تواصل التقصير والفشل الحكومي الذي طال جميع مناحي الحياة